بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو إن شاء الله يعني بعد ما طلبتوا مني إني نديلكم برنامج للمراجعة حبيز نديلكم برنامج هذا البرنامج رايح يفيد شعبتين اللي هما أدب وفلسفة ولغات أجنبية أما بالنسبة للشعب العلمية إذا تحبوني نديلكم فيديو من هذا النوع قولولي بش نديلكم برنامج مراجعة في العطلة هذا البرنامج أنا حبيت تركز على الأسبوع الثاني تعالعطلة بس كل الناس جميع التلاميذ بدون استثناء يحبوا الأسبوع الأول يريحوا فيه وطبعا من حقكم بعد تعب طويل وكبير أكيد تحبوا ترتاحوا هذه حاجة عادية جدا فأنا نقترح على جميع التلاميذ أنه يخلوا هذا الأسبوع الأول يكمل يرتاحوا فيه يروحوا يحوسوا يرقدوا ملاحي ينضوا ملاحي يعني يتفرجوا ولا يديروا نامبورت كالشوز يديروا صباح ولا نامبورت كو باش الأسبوع الثاني يستفيدوا منه ويستغلوه فقط للدراسة هذه يعني ستوني تكنيك تكنيك اللي أنا شخصيا كنت نستعملها كي كنت ألف وفادتني بالبزاف أوكي دونك بالنسبة لي أدب وفلسفة ولغات أجنبية البرنامج رايح يكون كالآتي أوكي أولا عندنا في الأسبوع الثاني جاهد العطلة عندكم دو ويت أغ أميدي يعني متمنية للتناش نهار السبت عندكم التاريخ والجغرافيا حاولوا أنكم تراجعوهم بزوج بعدها عالتناش خلاص ديروا بوز رحوا تفضروا رحوا ريحوا وبعدها ريحوا مليح تفرجوا ولكونيك داي ولا بعدها التخوازر التالتة مساء حتى الديز نوفر تراجعو العربية وبعدها تاني عندكم بوز شوفوا باللي بخوغا مش باب وسهل ما يعيش بزا وبعدها متمنية ونص إلى غاية العشرة تكروا كل شي اللي في التواليه قاع الأمور اللي في التواليه في الصباح وفي العشية تعاودوا تكررها في الليل نفس الشي بالنسبة للفلسفة الفلسفة نهار الحد عندكم متمنية ونطناش عاود متناش حتى لثلاثة راحة بعدها عندكم تمارين ومقالات مثلا اللي يراجعوا الفلسفة لازم تراجعوا جميع المقالات اللي ممكن جيكم في البكالوريا بعدها عندكم راحة وبعدها عندكم تكرار جميع الدروس والمقالات وكل شي هادي متمنية ونص للعشرة نفس الشي نهار الاثنين هالاثنين عندكم فرنسية وانجليزية مع بعض حاولوا انكم تراجعوهم داكور كيتكملوا فرنسية عاودوا للانجليزية عندكم راحة عاود من ثلاثة لسبعة عندكم تمارين تا كل شي اللي فات عليكم بعدها عندكم راحة ومتمنية ونص للعشرة عندكم تكرار تا ال�орошة لفرنسية والانجليزية نفس الشي بالنسبة لالإسبانية عندنا نهار 3 متمية لتناش الإسبانية بعدها راحة بعدها تمارين ديروا تمارين شاملة على هذا الموضوع بعدها راحة وبعدها تكرار تا الدروس والتمارين مع بعض يوم الاربعة عندكم متمية لتناش تربية اسلامية اوكي راجعوها مليح بعدها راحة بعدها تمارين إسلامية فيها تمارين إسلامية كذلك فيها تمارين خاصة فيما يخص يعني الدروس الأولى اللي تتعلموا فيهم تجويد القرآن وكيفية نطق الحروف إلى ذلك هذه فيها تمارين ماذا بكم تديروها إضافة إلى الحفظ طبعا عندكم كذلك راحة ومن بعد في الليل من 8.5 للعشر عندكم تكرار باش يعني ترسخوا هذه المعلومات في رأسكم وما تنسوهاش النهاء الخميس عندكم 18-12 رياضيات بعدها راحة لأنه رياضيات لازم لك الراحة بعدها عندكم تمارين يعني كتروا التمارين خاصة في مدة رياضيات بعدها عندكم راحة وبعدها ملع 8.5 للعشر عندكم تكرار تاكل الدروس وكل تمارين باش ما تنسوه والو وبعدها ترتاحوا أما نهاء الجمعة خلوه يوم راحة ومثلا في العشية مع العشية كي تريحوا مليح كي تاكلوا الطعام اكسترغا ديروا حل المواضيع حلوا مواضيع جميع المواضيع يعني رفضوا موضوع ولا موضوعين رفضوا غير المواضيع تا السنة السابقة في كل المادة وشوفوا أسكو تقدرو تحلوه ولا متقدروش أسكو راكو حافظين أكو فاهمين أسكو كين نقائس كين وكذلك ما تسوش أنكم في هذا اليوم اللي هو نهاء الجمعة مدام عندكم راحة كذلك ممكن تدخلوا لشان يوتيوب وتشوفوا الدروس مثلا تدخلوا في لشان تاعي يوتيوب راح نشوفوا الدروس تا السنة السابقة هي نفسها دروس تا السنة يعني ما سبيد دلوالو البروغرام راعدة للمام تدخلوا في لشان تاعي تشوفوا لفيديو تا السنة السابقة وحتى تا هات السنة بصيرا نطلع لكم حتى هات السنة لفيديو في البلايليست تدخلوا لبلايليست لشان تاعي تشوفوا جميع الدروس تا السنة السابقة وحتى جميع الفقارات المرشحة بقوة هذه كذلك نصحكم أنكم تركزوا عليها بزاف بزاف دونك إذا لديكم أي سؤال أو استفسار دعوه لي في الكمنتر وإذا تحبون نديلكم دي فيديو من هاد النوع فيهم برنامج آخر ممكن هاد البرنامج ما يساعدكم ممكن ما يعجبكم تحبون نديلكم آخر بروغرام بور شوزير انتخلوا لي دي كومنتر نسمنا يكون فاتكم هاد الفيديو سي vous انا بورتكال كاستيون خلوها دي كومنتر